برامنز الماتشي اللي هيح لا ماتشي صعب ماتشي صعب الفرقتين خاصة في وجود فتحي عبدالله وخاصة مين رمضان خاصة رمضان لكن هو ده الاحتراف انا زي ما بقول دايما يا ببس يعني ماتشي صعب على الاهلي على الفرقتين كل الماتشات صعبة ماتشي ده صعب على الاهلي في زل وجود رمضان لا مش صعب انا زي ما قلتلك الحلقة اللي فاتت ما عندناش لعيبة في الزمالك مستوى علي جدا ويمكن كنت بكلم احد الزمل زميل زمان طول عمنا الزمالك عنده لعبات من ايه ما يحكوا لابن العب رمضان يخوف الاهلي ده سؤال رمضان لعب كويس قوي يخوف الاهلي وعبدالله سعيد يخوف عندهم لعبة كويسة لكن ده نقدر نقول ايه بقى ده ماتشي بطولة زي ماتشي اهلي وزمالك ماتشي بطولة تاخد بطولة ففي ماتشات بطولة بطولة المين بطولة اللي يكسب بطش بستة بونط ماتش بستة بونط على طول هيبقى ستتاشر عشين مثلا هيبقى ثلاثة وعشين تخيأ لو الاهل ان شاء الله بإذن الله نكسب بإذن الله طبعا يبقى ثلاثتاشر وانت ثلاثة وعشرين خلاص شكرا خلاص براءة خلاص بقى براءة بقى خلاص فده ماتشي بطولة لكن اللي اللي ريحني أنا الماتشي بطولة رغم ان احنا كنا مغلوبين اتنين صفر هنا تتحسب للعيبة وبعدين مش عايز اتكلم على المسلمان دلوقتي لان انا هتكلم علي بعد يقوليني زي ما احنا ما اتفقنا خالص خالص حتى قبل كاتس عامان دي الكيرف ابتدى ينزل الكيرف بتاعه هو مش اللعيبة الكيرف بتاعه هو في التفكير الكيرف بتاعه هو في إدارة المباراة في اختياراته اللي ادى لك الإحساس ان انت تقول كيرف إحساسي محمد شريف احساسي ان وليد يبقى مصاب ويلعب إحساسي ان وليد بقى ورقة ربحة في إيدك وليد وليد سليمان هتكلمت وطمنت عليه بقى ورقة ربحة في إيدك يعني تغييره بتصنع الفارق في فرقتك وفي فرقة الخص ما بتديش بي وما بتديش بي رأس حربة ده فين ده ان شاء الله ده فين ده ان شاء الله فكل الدي انا من وجهة نظري وراء شوية لكن برضو هقول ان انا مش هحكم عليه غير بعض الدور الاولان اني شوف هيعمله